بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية الدرس الماضي تكلمنا في الرد على المعتزلة بإنكارهم رؤية أهل الجنة لله تعالى وكنا في الحديث على الإمام الأشعري رضي الله عنه وكيف تحول من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة الأشعري قبل أن يتوب كان مع المعتزلة في القول بنفي الرؤية كان يقول بقولهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له أنصر المذاهب المروية عني يعني في أمر الرؤية وفي غير ذلك من الأمور التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة أنصر المذاهب المروية عني أي هذا الذي روي عني هو الحق أنصره كيف ينصره بإقامة الأدلة والبراهين على صحته هذا الذي فعله الأشعري نصر المذاهب المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الأدلة والبراهين عليها على صحتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أنصر المذاهب المروية عني أتبع كلامه بقوله فإنها الحق يعني هذا هو الحق الأشعري في الرؤية قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذي منعه من الأخذ بها بالمذاهب المروية الأحاديث المروية قال إن الذي منعني من الأخذ بها أدلة العقول أدلة العقول يعني هذا فيما يعتقده المعتزلة ليس معناه أن الدليل العقلي الذي هو حقا دليل عقلي يناقض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعتزلة جعلوا آراءهم وما سموه أدلة جعلوه حاكما على النصوص على ما جاء في القرآن والحديث فالأشعري قال في الرؤية يا رسول الله الذي منعني من أن آخذ بهذه الأحاديث أن أدلة العقل فيما كان يتوهم هو لا تؤيدها يعني كان يظن أن الأدلة العقلية تخالف هذه الأحاديث كان يظن أن العقل يرد هذه الأحاديث هكذا كان يظن وفي الحقيقة العقل لا يردها إنما هم ردوها المعتزلة ردوها بأوهامهم العقل يشهد أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فالعقل يؤيد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل مع المعتزلة أن هذه شبه أشكلت عليهم فظنوها أدلة هم ظنوها أدلة فلم يحملها أو فلم يحملوها على ظاهرها بل تأولوها تأويلا فاسدا مسألة الرؤية الرؤية يعني رؤية أهل الجنة لله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة شو الظاهر المعنى الظاهر أنهم يرون الله تعالى وهم في الجنة يرون الله المعتزلة أشكل عليهم فهم الآية فأنكروا الرؤية وتأولوا الآية تأولوا الآية قالوا هذا ليس معناه أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة وهم في الجنة بأعين رؤوسهم حتى أن بعض المعتزلة ردوا هذه الأحاديث أنكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها فظن الأشعري أن ما قاله أهل السنة في هذه الأحاديث مدفوع مردود بالأدلة العقلية وفي الحقيقة ليست أدلة عقلية إنما هي شبه في المنام الأشعري قال للنبي عليه الصلاة والسلام لكن يا رسول الله هؤلاء ما أوردوا أدلة ما ردوا علينا بأدلة ما ذكروا أدلة ترد قولنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بلى ما ذكروه أدلة ما ذكروه أدلة لكن أن تتأمل فكر انظر عد ففكر فيما قاله أهل السنة فكر في كلامهم فكر في أدلتهم إذا تأملت ما ذكره أهل السنة بإنصاف من غير أن تتعصب لمذهبك ينكشف لك الأمر أنها أدلة ليست شبه ليست كما تقول إنما هي حقيقة أدلة أنظر فيها نظرا مستوفا يعني بذل جهدك بذل وسعك في النظر يعني في التأمل في التفكر لا تمر عليها هكذا مرورا يعني قرأت يعني قرأت حديث مثلا إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته لا تضامون يعني لا تشكون لا تضامون يعني لا تحتاجون إلى التزاحم أن ينضم بعضكم إلى بعض لأنه ليس في جهة ولا مكان فأنت قلت شبهكم قالت لو كان الله تعالى يرى لكان جسما ولو كان جسما لكان في مكان والله ليس جسما فإذا لا يرى هذه شبهة عندكم ليست دليلا لأن العقل يقول العقل يحكم بأنه لا مانع ليس مستحيلا أن يجعل الله تعالى قوة في بصر أهل الجنة فيرون الموجود الذي ليس كمثله شيء الله ليس عاجزا عن ذلك لا يعجز الله تعالى أن يخلق قوة في أبصار أهل الجنة فيروه وهم في الجنة وهم موجود بلا مكان من غير أن يكون جسما العقل يقضي بذلك يحكم بذلك أنتم ما اعتبرتم ما اعتبرتم هذا أدلة إنما ظننتمها شبها فهذه ليست شبها إنما هي أدلة هذا فحوى الحديث الذي دار بين أبو الحسن الأشعري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية فانتبه من نومه مذعورا أفاق فزعا استيقظ من نومه فزعا ليش قام فزعا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية يقول له ما أنت عليه يا أبو الحسن باطل ما تعتقده فاسد يعني لو واحد اليوم رأى في المنام أن النبي يقول له في الرؤية اعتقادك فاسد إن استيقظ من نومه شو بدي يحس بألبه هذا أدي الخوف الذي يتملكه الظعر الذي يتملكه هذا معناه فصار يتأمل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يفكر فيما قال أهل السنة صار يستثبت صار يتتبع أدلة أهل السنة فوجد الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام صار ينظر في كلام أهل السنة هل كلامهم ثابت فلما فكر أعمل فكره وجد الأمر الأمر أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجد أن أهل السنة نصرهم الله على حق يعني هم الفرقة الناجية تبين له أن أدلتهم أدلة صحيحة ليست شبها ليست شبها فقوي في نفسه يعني في صراع قوي في نفسه جانب أدلة أهل السنة وضعف كلام المعتزلة لكن سكت ما تكلم يعني بعد ما كان تمكن من إقامة هذه الأدلة لكن غلب جانب أدلة أهل السنة عنده في قلبه وضعف جانب كلام المعتزلة فسكت ولم يظهر من ذلك شيئا لكن صار في قلبه يعرف أن أدلة أهل السنة صحيحة وأن ما كان يقوله المعتزلة مردود عليه يعني باطل بقي هذا في قلبه ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر في العشر الثاني من رمضان الرؤية الأولى في العشر الأوائل في العشر الأول من رمضان رآه مرة ثانية في العشر الثاني من رمضان يقول له يأمره أن يتأمل في باقي المسائل المخالفة التي يخالف فيها المعتزلة أهل السنة مسئلة الرؤية من المسائل التي نظر فيها فظهر له قوة أدلة أهل السنة وضعف وضعف كلام المعتزلة لكن المعتزلة كما قلنا لهم مخالفات كثيرة لأهل السنة فرآه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الثاني من رمضان فقال فقال له تأمل في باقي المسائل يوجد مسائل أخرى المعتزلة يخالفون فيها أهل السنة تأمل في هذه المسائل تثبت منها انظر فيها نظرا وافيا ونحن كمان مطلوب منا الحمد لله الله اكرمنا ومن علينا بأننا على عقيدة أهل السنة والجماعة لكن كثير منا يحفظ العبارة الصحيحة إذا أراد أن ينقلها إلى فلان يعجز عن تبسيطها له بحس عنده عجز كيف أنا بدي فهمه إياها كيف بدي بسطله إياها هذا العجز له أسبابه منها عدم المراجعة منها عدم المذاكرة منها عدم التأمل والتدبر تجي لعند واحد تقول له الله موجود بلا مكان كلام سليم هذا هو الاعتقاد الصحيح لكن هو بيفهم إن قلت له الله موجود بلا مكان يفهم المعنى الذي تريده من هذه العبارة اكتار من الناس ما بيفهموا ما بيفهموا المعنى الصحيح إذا فاجأته فقلت له الله موجود بلا مكان واحد من هؤلاء الناس قال ما معنى هذه العبارة الله موجود بلا مكان يعني معناه لا يستقر في مكان يبقى يتنقل يتنقل لا يثبت في مكان فاعتقد أن الله تعالى نطط اعتقد أن الله نطط لاتفاجأ بكلام السني الله موجود بلا مكان فاجأه بهذه الكلمة من غير من غير أن يمهد له من غير أن يقول له كلاما يترك عنده لاستعداد ليستقبل عبارة الله موجود بلا مكان لو قال له مثلا ألست مخلوقا أنت خالق ولا مخلوق شو بدي أقول له مخلوق من خلقك الله وحدة وحدة هذه الأرض خالقة ولا مخلوقة مخلوقة الشمس خالقة مخلوقة مخلوقة السماوات السبع خالقة ولا مخلوقة سيقول مخلوقة تعرف شو يعني مخلوقة بلك ايه يعني الله خلقها تعرف شو يعني الله خلقها يعني ما كانت موجودة لما تقول الله خلقها يعني ما كانت موجودة المكان خالق ولا مخلوق في خالق غير الله لا إذن المكان ايش مخلوق شو يعني المكان مخلوق يعني المكان لم يكن موجودا وجد بخلق الله بإيجاد الله تعالى له هيك مشيت معه طيب قبل أن يخلق الله كل هذه الأماكن الله كان موجودا ولا لم يكن موجودا لا كان موجودا كان موجودا شو عم بفكر أنت هلأ عم تطلع مو السلم درجي درجي كان موجودا ما في نقول كان موجودا في جهة فوق لأن الجهات الله خلقها ما في نقول الله كان على العرش لأن العرش مخلوق ما في نقول إذن كان موجود بلا مكان كان موجودا بلا مكان وصل معك لعبارة الله موجود بلا مكان إذن بعد أن خلق المكان هل يتغير أنت تتغير من حال إلى حال بلى كيف تتغير بمغير يغيرني من هذا المغير هو الله تعالى طب دع كان اللي بيتغير شو بيكون يكون مخلوق إذن الله لا يتغير وصلنا بالأول الله موجود بلا مكان قبل أن يخلق المكان كان موجودا بلا مكان الثاني الله تعالى لا يتغير النتيجة أنه بعد أن خلق الأماكن ما زال موجودا بلا مكان بعد أن خلق الأماكن ما زال موجودا بلا مكان فالحاصل في الرؤية الثانية لما قال له تأمل في باقي المسائل المختلفة انظر فيها نظرا وافيا تثبت مما ذكره أهل السنة من الأدلة استيقظ كان خلص معا قلبه رجحت كفة أهل السنة عنده فجمع كتب الكلاميات كتب الكلاميات اللي كان عمله وكان المدر المعتزلة جمعوها ألفوها صنفوها الكتب اللي فيها كلام أهل الاعتزال اللي فيها ما يظنه المعتزلة أدلة لهم جمعها كلها ربطها ثم رفعها من بين يديه حتى في مكان ما عاد ينظر إليها حتى على الرف يعني طنشها ما عاد ينظر فيها لسان حاله في ذلك يقول هذه الكتب لا أريد أن أنظر فيها بعد الآن فصار قلبه قوي جانب أهل السنة يعني رأى الحق عندهم رأى أن كلامهم صحيح ترك الكلام كلام المعتزلة بس هو له مهمة عنده وظيف الأشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية سلم وظيفة كيف بعدين صار إمام أهل السنة هو شو عمل خلص أنا تبين لأنه كلام أهل الاعتزال فاسد ما بقى أحكي فيه وسكت فراح يشتغل بإيش بالقرآن والحديث صار يشتغل بالقرآن والحديث بقية أيام شهر رمضان صار يقرأ قرآن كل يوم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفس الوقت هذه المسائل شو شغلت له فكره ما وقف ما أوقف التفكر فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له انظر فيها انظر فيها فلأجل ذلك لأجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في هذه المسائل التي يخالف فيها المعتزلة أهل السنة إلى أن جاء العشر الثالث من رمضان فرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرة الثالثة وكان يبدو عليه أنه يلومه تعرفوا كيف واحد بيكون حردان زعلان أخدع خاطره رآه على هذه الهيئة يعني رآه وظهر له أن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الانزعاج من الأشعري ليس راضيا عنه إنما رآه منزعجا منه كأنه مخاصم له حاله يشبه حال المخاصم الذي خاصم صديقه فقال له ما عملت في ما قلت لك قال له شوه انصر المذاهب المروية عني هذه المهمة التي أوكلتها إليك ماذا عملت بها ماذا عملت في ما قلت لك يعني أنا كنت أمرتك بأمر هذا الأمر ماذا فعلت به فقال يا رسول الله لم أدعي التفكر في ما أمرتني به عم بتفكر ما وقفت التفكر في ما أمرتني به إلا أني رفضت الكلام كله لا بدي أحكي بكلام المعتزلة ولا بكلام غيرهم خلص وقال إلا أني رفضت الكلام كله وأعرضت عنه واشتغلت بالفقه والحديث وتفسير القرآن قال فقال لي مغضبا قضبان منه أجابه وهو غاضب ومن الذي أمرك بذلك أنا قلت لك اشتغل بالقرآن والحديث والفقه أنا قلت لك انصر المذاهب المروية عني من أمرك بذلك من أمرك بترك ما أمرتك به أن تفعله أنا أمرتك أن تنصر الطريقة التي هي مروية عني لأنها ديني وهو الحق الذي جئت به أنا ما قلت لك اشتغل بالقرآن واشتغل بحفظ الحديث واشتغل بالفقه إنما أمرتك أن تصنف الكتب في نصرة ما جئت به أن تنصر بالأدلة ما جئت به تكلم في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة هذا هو ديني لا تشوفوا أنت أديش على خير كبير احمدوا الله أنكم على خير عظيم جزى الله عنا شيخنا خيرا قال له معنى كلامه هذا هو الحق الذي بعثني الله به هذا هو الحق الذي جئت لتبليغه للناس ثم قال له جد فيما أمرتك به جد ابذل وسعك اشغل وقتك فيه قال جد فيما أمرتك به ولولا أني أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها أنا أعلم أن الله تعالى سيؤيدك لتصنف في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة ولولا أني أعلم ذلك لكنت أنا لا أفارقك حتى أعلمك هذا لكن الله تعالى سيمدك بمدد من عنده وإلا ما كنت تركتك حتى أبين لك مسائل أهل الضلال واحدة واحدة وكيف يرد عليهم في كل مسائلهم وكيف يرد على الملاحدة وكيف يرد على المعتزلة لكن أنا أعلم أن الله سيمدك بمدد من عنده لأنك بعد اليوم لن تراني بمثل هذا الرؤيات التي تتعلق بهذا الأمر هذه آخر الرؤية لن تراني بعد هذه الرؤية بمثل هذا قال فجد فيه فالله سيمدك بمدد من عنده قال الأشعري فاستيقظته وقلت في نفسي ما بعد الحق إلا الضلال الذي يخالف الحق يكون على الضلال ما في وسط ما في حل وسط ما بين بين في حق وفي باطل من خالف الحق لا شكه على باطل ما في مرألي يا شيخ ومسحة بدأني وبتزمت وما في هيك هيك لا ما بعد الحق إلا الضلال يعني لا يخالف الحق إلا الضلال يعني قال في نفسي هذا معناه أنا سأثبت خلص سأعمل بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخذت في نصرة الأحاديث الأحاديث النبوي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي أولها المعتزلة تأويلا فاسدا يوافق معتقدهم الفاسد جمع جاب الأحاديث فصار يقيم الأدلة على أحاديث الرؤية على أحاديث الشفاعة لأن المعتزلة ينكرون الشفاعة هم يقولون المسلم الفاسق هو في منزلة بين المنزلتين بفسقه خرج من الإسلام لكن ليس كافرا قالوا بفسقه ما عاد مسلما لكن ما صار كافرا فقالوا بمنزلة بين المنزلتين لا هو مسلم ولا هو كافر عندهم وهذا الاعتقاد أدى بهم إلى إنكار أحاديث الشفاعة ليس النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعته لأهل الكبائر من أمتي هذا التفكير السقيم عند المعتزلة أدى بهم إلى إنكار أحاديث صحيحة كحديث الشفاعة أو أحاديث الشفاعة حتى الآيات أولوها ما في ينكر آية المعتزلة ما حيقول لك هذه الآية بالغلط محطوطة بالقرآن هي بالأصل ليست من القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما فيهن ينكروا الآية فصار يؤولونها تأويلا فاسدا قال أخذت في نصرة الأحاديث الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك قال فكان يأتيني والله يقسم يأتيني شيء ما سمعته من خصم قط كانت تجيني أدلة يلهمني الله أدلة يقذف في قلبي أدلة ما كنت سمعها من خصم للمعتزلة كان يحصل مناظرات بين معتزل وواحد من أهل السنة الأولى مرة سامع أنه واحد من أهل السنة رد على المعتزلة بهذا الدليل الذي كان يأتيني إلهاما من الله تبارك وتعالى الذي فتح الله علي به تجي أدلة 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 يستنبت أدلة ما سمعها من أحد قال فيأتيني أدلة أشياء ما كنت سمعتها من خصم قط ولا قرأتها في كتاب ولا سمعتها من إنسان فيحضر الجواب في قلبي فورا فعلمت أن هذا من المدد الذي وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هلأ الواحد مننا يا أحبابنا لما يجلس في مجلس علم مثل هذا المجلس يدخل عليه الشيطان من باب أنه أنا هلأ في أشياء ما عم بفهم اللي عم بقولها الحاج ما عم بفهم اللي عم بقول المدرس فيثبته مجلس تاني ما بقى يجي لك يا خيه دا بيحكي بلفل عالي ببطل يجي هذا اللي بده يا الشيطان بده يقصره إجره على الحضور إلى مجالس علم الدين مرة اتنين تلاتة تلاقيت طب شو البديل وين عم بيروح بده يشغل وقته بايش اللي هو بوقت الدرس بايش بده يشغل وقته راح عالبيت بيتمدد ارتخش اسمه ناعس نام دور التلفزيون قاعد عم يلعب بها الرموت من محطة لمحطة كل هيدا ليه قال إنه ما فهم شو قال المدرس بعدين وين صار لو خلص الكتاب مثلا اللي عم يعطيه المدرس وبدأ بكتاب جديد ما بقى يسأل هل هيدا من النوع اللي أنا بفهمه ولا لا ما بقى يسأل خلاص يعني غرق في الكسل والهم بردت بشان ما نقول فرزت بردت الشيطان له ابواب كثيرة إياك أن تنتصر لرأيك كيف الأشعر النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتثبت أن ينظر أن يتأمل فيما روي عنه أنت كمان نفس الأمر لما يجيك خاطر أنه أنا معا بفهم خلاص لا شو بدي أعود يخييه ليش بدي يروع المصلة ما بيحكوا كلام ما منفهمه أكبر من مستوانا ببطل يجي أنا فكر بهذا اللي وصلت له هذا الذي هذه النتيجة اللي أخذت على أساسها قرارك بعدم الحضور هذا القرار يحبه الله يرضي الله تستطيع أن تدافع بهذا عن نفسك يوم القيامة لا إذن ما بعد الحق إلا الضلال ما بعد الحق إلا الضلال فمطلوب نحن نكون أوعى من أن نجر إلى هكذا مطب قال فكان يأتيني والله شيء ما سمعته من خصم قط ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى هذا الكلام عن الأشعر فيه إمام كبير حافظ كبير جدا كان يقال عنه حافظ الشام مش دمشق يعني حافظ الشام حافظ بلاد الشام الإمام صاحب تاريخ دمشق المشهور إمام ابن عساكر عمل اللي عام الكتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين هايدا الإمام ابن عساكر بعد سنوات طويلة وانتشر مذهب الأشعري يعني عمل كتاب سماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري تبيين كذب المفتري كتاب رائع أيام الكورونا وينه طه كنا بالبيت مزروبين أيام الكورونا بالبيت كنا نقرأ مع الشباب منه صفحات صفحات رائع ما هيك محمود تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري يعني لو قال قائل الإمام الأشعري له منة على من جاء بعده من أهل السنة أما ابن عساكر فله من على الأشعري بهذا الكتاب لأنه نصر مذهبه وبيّن أن الأشعري هو إمام أهل السنة مش بس هيك وذكر كل العلماء الكبار الأشعرة مين أخذ العلم من الأشعري أبو الحسن الباهلي مين أخذ العلم عن أبو الحسن الباهلي يلا ابن فوراك مين أخذ العلم عن ابن فوراك القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب كتاب الإنصاف وذا كتاب الإنصاف منه كبير آه من أعطاه الله تعالى القدرة على فهم ما فيه اللي بيقرأ أدل طاحنه على المعتزلة في هذا الكتاب ما ذكرته لكم في الدرس الماضي من الأدلة في الرد على المعتزلة في مسألة رؤية أهل الجنة لله كل هذا مذكور في كتاب الإنصاف للباقلاني يعني الخصم بيطلع من هذه المناظرة مع الباقلاني وفي فمه حجر ما عد عنده شيء يقوله كي يقوله أفحمه هيك وغيرهم البيهقي أشعري النووي أشعري ابن حجر العسقلاني أشعري تاج الدين السبكي أشعري أبوه علي ابن عبد الكافي السبكي تقي الدين أشعري إذا ما في هول الأشاعرة علوم كثيرة مانا موجودة حتى الوهابية لا يستغنون عن مصنفات الأشاعرة في علوم شتى لا بيستغنون هن لو كان باستطاعتهم كانوا فعلوا بس ما باستطاعتهم ما في مجال كيف بدون يحكوا بتفسير الحديث بدون ما يرجعوا مثلاً لبدر الدين العيني ولا لابن حجر العسقلاني ولا للنووي بيشرح صحيح مسلم ما في مجال بسكرة وعلوم كثيرة بالنحو سبواه شو أبو حيان الأندلسي في التفسير شو فخر الدين الرازي في التفسير إيش ابن الجوزي في زاد المسير إيش وهكذا الصيوطي يعني ما في مجال كل هؤلاء شاعرة اللي أشعري كما حكينا في درس سابق لما ناظر إنساناً يخالفه وهذا الإنسان هو الذي أقام على الأشعري الحجة وأنه صاحبه نثر عليه اللوز والسكر للأشعري قال له على شو هو اللي أولى أنك تنثر عليه هو الذي انتصر في المناظرة مش أنا بعدها الأشعري قاعد في بيته انقطع عن الناس أنه في شيء مش إنه خجلان أنا كيف انتصر عليه فلان لا فات بجلسة مصارحة ويراجع حساباته شو هيدا المعتزل مفكرين أنه ما في حدا أدن كانوا إذا بتقرأوا تاريخهم وكان لهم سلطة سياسية كبيرة لهم سلطة سياسية كبيرة وكانوا سببا في فتن كثيرة أوذي كثير من أهل السنة بسببهم منهم الإمام أحمد بن حنبل ضرب بالسياط الإمام أحمد منهم عز الدين بن عبد السلام العز بن عبد السلام الذي يلقبونه بسلطان العلماء منع من التدريس كثر تعرضوا للبلاء بسبب المعتزلة أحمد بن حنبل قبل الأشعري أحمد بن حنبل قبل الإمام أبي الحسن الأشعري شو كان أعتقاده من قال أن الله جسم لك الأجسام فهو كافر فهو كافر شو أعمل الأشعري أجأ قام الأدل على أنه يستحيل أن يكون الله جسما نصر ما عليه الإمام أحمد ما قاله الإمام أحمد وما قاله قبله الشافعي من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجوده يصوره بخياله فهو مشبه ومن انتهى إلى العدم الصرف فهو معطل ناف لوجود الله ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد شو ما هذه معدلة عقلية يعني وقبله مين الصديق رضي الله عنه ذكرنا لكم سبحان الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك أنت معكم أقوى سلاح تدافعون به عن دين الله عز وجل لا تهملوه ما تحطوا بالرف لا تتركوه على الرف فليكن معك في قلبك أينما ذهبت وأينما حللت فهذا كيف بدكم بقلبي أنا أعتقد نعم لكن كيف هذا بقلبي أنا بدي طلع للناس بدي ذاكر بدي أحضر دروس بدي راجع بدي اكتب من حاز العلم وذاكره من حاز العلم وذاكره سعدت دنيا هو آخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته فحياة العلم مذاكرة العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الموثقة ربطها اصطبت غزالا بتركو فالت ولا بتربطه بروح فالعلم صيد اصطبت هذا العلم اصطبتها المسألة تعلمتها تعلمت هذا الباب تعلمت هذا الدليل قيده سجله ما تعتمد على ذاكرتك اذا مش مشانك مشان ولادك بعد منك اذا وجدوا هذه الدفات المنقحة المصححة المحررة هذا الكنز اللي تركته مش حفنة من الدولارات هذا اللي بتكون تركته لان هذه الدولارات قد يصرفونها على ما حرم الله انت بتعرف شو حيصير بعد منك شو بعرفك بعد انقطاع الامام الاب الحسن الاشعري في بيته مدة كان اليوم يوم جمعة مثلا بارح فخرج الى الجامع في البصرة صعيد المنبر وفي روية رقية كرسيا مكانا مرتفعا طلع على الجامع هو قبل ما ينقطع شو كان مشهور بين الناس مناظر كان مشهور بين اتباع هذه المعتزلة كان مقدم عندهم اذا في مناظر شيخه يقدمه للمناظر معروف انقطع في بيته مدة وحصل معه انه شايف هذه الرؤى المرائي الثلاث الى انه في يوم جمعة خرج الى المسجد في البصرة الى الجامع وهو تعمد الخروج في هذا الوقت لان الناس مجتمعون لصلاة الجمعة صاعد الى المنبر او وضع كرسيا حتى يراه الناس لمصلحة فعلى ذلك حتى الكل يشوفوه في المسجد لانه حضور الجمعة فيها تلك الايام كان ما مثل هالايام يعني ما مثل هالايام فوقف على منبرا او كرسيا حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه ونادى بأعلى ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني اللي بيعرفني بيعرفني مين انا ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي انا فلان ابن فلان كنت اقول بخلق القرآن يعني كان يقول ان القرآن مخلوق على ما تقوله المعتزلة على معتقد المعتزلة لان المعتزلة ايضا من جملة ضلالاتهم ان الله تعالى ذات غير متصف بالصفات يقولون ليس متصفا بالعلم ليس متصفا بالكلام ليس متصفا بالقدرة هكذا يقولون وهذا كلام لا يقبله العقل عندهم لما اذا قيل الله متكلم معناه عندهم الله خالق الكلام ليس المعنى عندهم ان له كلاما ذاتيا لا يشفه كلاما غيره يقولون الله متكلم لكن معنى متكلم يعني خالق للكلام اما اهل السنة فيقولون الله متكلم يعني متصف بصفة الكلام الذاتي الذي لا يشبه كلاما مقلوقين ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يحدث من استكاك اجرام ولا من انسلال هواء كلامنا مخلوق نحن اليوم الان لا نستطيع ان نتخيل صفات الله تبارك وتعالى لا نستطيع ان نتخيل نتصور قدرته لا نستطيع ان نتصور علمه لا نستطيع ان نتصور كلامه الذاتي الازلية الذي هو ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة لكن الله تعالى اعطى سيدنا موسى عليه السلام قوة في سمعه كما يعطي اهل الجنة قوة في البصر فيرون من ليس كمثله شيء كذلك اعطى موسى قوة في سمعه فسمع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلام المخلوقين وفهم موسى من كلام الله الذاتي ما شاء الله له ان يفهم كما اعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قوة في سمعه فسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا وفهم منه ما شاء الله له ان يفهم من ذلك فهم الامر بالفرضية الصلاة المعتزلة انكروا صفات الله تعالى لفساد بدعتهم قالوا متكلم يعني خالق الكلام في غيره خالق الكلام في غيره عندهم وكلم الله موسى تكليما تجي هلا انت تعلمت وتعتقد ان لله تعالى كلاما ذاتيا لا يشبه كلاما غيره لما يجي المعتزلة المعتزلية يقول لك لا الله تعالى ذات غير متصف بصفات ليس من صفاته الكلام شو بدك تجي تقول له بتقول له الله قال في القرآن وكلم الله موسى تكليما ولك نعم هذه نحن نؤمن بها كآية في القرآن ورودها في القرآن ثابت عندنا لكن ليس معناها كما تظن ايها السني وكلم الله موسى تكليما عند المعتزلة معناها ان الله خلق كلاما في الشجرة فسمع موسى الكلام كلام الله تعالى يعني الكلام الذي خلقه الله من الشجرة هذا هو المعنى عنده وهيدي فكروها ادلة لانه عندهم كل كلام لا بد ان يكون بحرف والصوت والله منزه عن الحرف والصوت واللغة اذا غير متكلم شفت يعني انا احكيت بالدرس الماضي قلت بيوصلوا لمحل بيفوتوا بإجزد غلط ما بيكفي ماشي هايوي بيفوت بإجزد غلط مشي بالأول انه الله تعالى لا يوصف انه متكلم بالحرف والصوت واللغة وباستكاك اجرام وانسي الهواء وصل لهن كفي ولك اذا شوف الاستنتاج الفاسد اذا الله غير متصف بصفة الكلام طب ما عندك نص وكلم الله موسى تكليما بروح بفتش على معاني بأتوافق مع تقده لفي نفي الصفات عن الله تعالى الله خلق وكلم الله موسى يعني الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى هذا معنى وكلم الله موسى تكليما موسى لما سمع كلام الله الذي تقول المعتزل كلام الشجرة الذي خلقه الله فيها بلغه لمن لبني لقومه بلغه لقومه فقومه سمعوا كلام الله من مين موسى ايش نبي رسول من اولي العزم شوفوا الاسناد تبعهم اغدين مباشرة بنو اسرائيل هؤلاء سمعوا مباشرة باسناد عال جدا من موسى الذي هو نبي رسول من اولي العزم موسى سمع من مين على زعم المعتزلة من شجرة مين بيكون اسناد اقوى موسى ولا بنو اسرائيل اللي سمع من نبي رسول شفتوا فساد العقول الذي عندهم فاذا تأويلهم فاسد تأويلهم فاسد في القرآن ماذا اخبر الله تعالى انه قال لموسى اني اني انا الله على زعم المعتزلة لما سمع موسى الكلام من الشجرة الشجرة قالت له اني انا الله سبحان الله العظيم ليش نحن لو حمدنا الله تعالى على نعمة هذه العقيدة ليل نهار لم نفتر ابدا عن حمد الله تبارك وتعالى يبقى الفضل لله ما في مجال هو الذي قوان على ذلك وهو الذي الهمنا ذلك وهو الذي ثبت هذه العقيدة الصحيحة في قلوبنا ونسأله سبحانه ان يثبتنا عليها حتى نلقاه وهو عنا راض انهم نقول اذا شاء الله الضلالة للعبد مهما رأى من الادلة لا يهتدي مهما رأى من الادلة لا يهتدي مهما اقيم له من الحجج لا يهتدي الله طمس على قلبه بعض الصحابة في معركة بدر وقت معركة بدر كان بعض في صف الكفار قبل ان يسلم هو نفسه رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر بعين رأسه رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر امت ان اسلم بعد سبع سنوات من رؤيته للملائكة بعد سبع سنين اسلم بقي على الكفر سبع سنوات وكان رأى الملائكة تقاتل الى جانب المسلمين في غزوة بدر الله ما شاء له ان يهتدي الا في الوقت الذي شاء الله له سبحان الله نقف هنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد لله على نعمة عقيدة اهل السنة والجماعة الحمد لله على اننا ننصر المذاهب المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمناها من شيخنا الحافظ المحدث العالم الفقيه التقي الولي الصالح الجهب ذي النحرير الشيخ عبد الله الهراري رحمة الله تعالى عليه وهو تلقاها بالإسناد المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله هللوا وصلى على رسول الله لا اله إلا الله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم أسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا فتوح العارفين شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر